موسيقى في البداية جاء علينا الاعتراف بأن التعليم ليس من عادية سطى أي شخص مزولتها بل هي مهنة سامية تولد عن طريقها المهن الأخرى وتبنى فيها المجتمعات وتنمو بين أفرادها الصفات الأخلاقية والاجتماعية والمعرفية المعلم هو حجر الزاوية في العميل التعليمية بل هو أهم عنصر لتحقيق أفضل النتائج في كل هذه العملية ومن يحمي رسالة العلم فهو صاحب العطاء المتصل الذي يؤدي أنب الرسالة في بناء أجيال وتعزيز قدراتهم وتربيتهم تربية صحيحة فهو ليس مجرد ناقل المعرفة بل يمتد دوره التربوي لبناء شخصية تلاميذ وتعليمهم القيم والمبادئ الإيجابية وجل الدراسات تشير إلى أن شخصية معلم تؤثر في تحصيل تلاميذهم معرفيا كما تؤثر في خياراتهم في المستقبل وفي سلوكهم أيضا فكلما كان الأستاذ أو المعلم بمواصفات معينة كلما كان التأثير أبلغ وأنجع إذا كان الأستاذ مستشعر لمسؤوليته جداً متواضعاً متسامحاً يتودد إليه تلاميذه يسعى إلى الإبداع والابتكار منفتحاً على كل ما هو جديد مستعد للتعلم المستمر فهذا الميدان يتطلب دائماً البحث والتنقيب والتجديد معلم بهذه المواصفات قادر على أن ينشئ طلاباً وتلاميذ مفكرين، مبدعين، متواصلين قادرين عن المساهمة في بناء مجتمع ناجح ومتفهم لمتطلبات الحياة كذلك شخصية الأستاذ وطريقة معاملة لتلاميذه لا شك تؤثر فيهم فهو يقضي معهم جل أوقاتهم خلال اليوم فتبقى إرشادته وتوجيهته محفورة في أذهانهم لا تزال مع مرغ الزمن أعتقد جازماً أن ركائز تدريس الصحيحة لإقامة علاقة سوية وصحيحة بين الأستاذ والتلميذ هذه العلاقة يعرف فيها الطالب جيداً واجباته وحقوقها وتحترم كرامته الإنسانية يجب أن تقوم العلاقة بين الأستاذ والتلميذ خاصة 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 تلميذ إعداده الثانوي على أساس الحوار والتفاهم والاحترام متبادل يجب على المعلم احترام حقوق وأراء تلميذ وعلى الطلاب أيضاً احترام أستاذهم كما ينبغي للمعلم الحفاظ على القيم الأخلاقية والأخلاقية العامة في تعامله مع تلميذه فلسان الحال أبلغ من لسان المقال كل هذا يسهم في توجيه التلاميذ نحو الوجهة الصحيحة ويبقى المعلم دائماً نصب عينيه أنه حامل رسالة حامل رسالة العلم والمعرفة والقيم يجب أن يحافظ عليها وأن يتجنب تشويها أو تحرفها حتماً إذا تمت بناء علاقة بين المعلم والتلميذ على أسوة الصحيحة سيكون لها تأثير إيجابي على تحصيل الطالب وفهمه وسلوكه وسيمكن المعلم من أداء دوره بكفاءة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر